بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى من أقسى الأمور التي يمكن أن يمر بها من يحمل الدعوات ومن يحمل الرسالات أنه يدعو فيتبعه قوم في مجتمعه أو في بيئته ثم يتعرض هؤلاء الناس للتعذيب ويتعرضون للقتل ويتعرضون للتآمر ويتعرضون للمهانة ولا يجد عنده حيلة أن يعين هؤلاء الناس أو أن يساعدهم هذا حال المصطفى عليه الصلاة والسلام مع قومه في مكة فقد أسلم معه ضعاف القوم وما قصته ببلال ببعيد فبلال بن رباح وعمار بن ياسر وسمية وياسر هؤلاء كانوا نماذج على الناس تعرضوا للأذى والرسول صلى الله عليه وسلم موجود من حولهم وهم يحملون هذه الرسالة وهذا الدين فبنية المجتمع القرشي لم تستطع أن تصل للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لعمار بن الخطاب ولا لعثمان بن عفان بدرجة من الدرجات رغم أنه لقية من الأذى ولا لمصعب بن عمير ولا رغم أنه لقية من الأذى من والدته لكن فقراء القوم مثل سمية ومثل عمار ومثل ياسر ومثل بلال هؤلاء صب عليهم العذاب صبا بل تعرضوا للقتل والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر في هذه المشاهد لا يجد ما يفعله لهؤلاء القوم إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وكم هي قضية قاسية أن لا يستطيع نبي مرسل مؤيد من السماء أن يستنقذ من يحب من الأذى والعذاب وأن يشاهد مقاتل هؤلاء الناس الأفاضل دون أن يستطيع أن يرفع يدا أو أن يواجه هذا الظلم الذي يحيط بهم فإذا وجد الإنسان نفسه مغلول اليدين أمام مجتمعات قوية وحدث الظلم أمام عينيه فلم يستطع أن يدفعه فليتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى العظيم جدا هو مؤيد من السماء لكنه لا يستطيع حيلة في الأرض لا تحدث معجزة تخلص هؤلاء الفقراء والمحرومين من الأذى والعذاب فيصب عليهم العذاب والرسول ينظر إليهم ولو كانت المعجزات تحدث في كل حدث من الأحداث لأنقذ هؤلاء الناس لكن هذا قدر البشرية أن يكون الإنسان إنسانا وأن يواجه الظروف التي تحيط بها بقدر استطاعته ولو كان نبيا أو رسولا فسنن الله سبحانه وتعالى ماضية والله سبحانه وتعالى يقدر الأمور قدرا فلم يجعل هؤلاء الناس يقولون أين الله ويكفرون بعدها إنما كانت ثقتهم في الله عز وجل عالية ويعلمون أنهم يخضعون لسنن الله عز وجل وأن هذه السنن مرت على الأنبياء وعلى الرسل من قبلهم وهم أتباع الرسل فيتحملون ذات الأذى الذي تحمله من سبقهم من أمم الأرض وما خبرهم القرآن الكريم أنهم سيكونون استثناءا وتحدث لهم معجزات بل خبرهم بما حدث للأمم السابقة من أذن وعذاب وكيف تحملوا وصبروا وآمنوا بالله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر لهؤلاء المستضعفين ولا يجدوا حيلة لينقذهم مما هم فيه فيؤملهم في الآخرة ويتركوا فضاءا واسعا لهم لأن ينالوا الدرجات العلا من عند الله عز وجل هذا المعنى الكبير جدا الذي يعني يمكن أن يعايشه أي إنسان حامر رسالة سواء كان مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان مثل عمار وياسر وسمية وبلال هؤلاء كلهم يحملون لنا هذا المعنى والأسوة الحسنة وأن الطريق الذي تختطه الرسالات والأفكار الكبرى ليس طريقا يسيرا وأنه ليس طريقا محملا بالمعجزات ولكنه طريق محمل بالسنن ولكل سنة نموذجا وقدوة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فنحن أمام هذه القدوة العظيمة أن يكون الرسول رسولا وأن يكون الوحي يتنزل عليه وأن تحدث أمامه أمور لا يستطيع أن يواجهها فيلجأ إلى الله عز وجل ويؤوب إلى الله عز وجل ويرضى بقدر الله عز وجل ويستمر في مساره وتستمر الدعوة تفتتح طريقها ومسارها إلى الله عز وجل وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر